السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أود أن أرحب بقناة طيور تيفي في مزرعتي لتربية الدواج المتواضعة لمشاركتكم بعض من الخبرة في مجال التربية الناجحة للدواج وهذا ليس تميزا من نابل نسعى له جميعا بالنسبة لتربية الدجاج البلدي والنجاح فيه له متطلبات أساسية منها اختيار الدجاج من مصدر موطوق وملقح يعني الأمهات تكون مختارة ونقية من جميع الأمراض ثانيا التغذية المتوازنة لضمان الإنتاج اليومي والأخذ بيعين الاعتبار إنتاج البلدي اليومي يعني كأعلاف يعني كأعلاف الأعلاف المتطلبة هي الحبوب بجميع الأنواع وتكميلات العلف المركب للدجاج البيض ثالثا المسرح المسرح الغاني بالأعشاب والحشرات ضمن المتطلبات للتغذية نتكلم شوية على المسكن أو قن الدجاج يجب توفره على النظافة المستمرة للعلافات والشرابات وجميع الأدوات بالمحافظة على درجة الحرارة المثالية وساعات الإضاءة لتكميل احتياج الدجاجة للإنتاج واستعمال بعض المكملات الغذائية كالفيطامينات لسد احتياجات الدجاجة ويعني كان بعد شروط إضافية كالتوفر لكل مربي على صيدلية صغيرة للأدوية ومكان مخصص للعلاجات واستعمال التلقيحات بصفة دورية في هذا القطع ومراقبة مستمرة للنجاح في هذا النوع من التربية بالنسبة للدجاج البلدي كتجربة شخصية أعتبره خاليط من الأنواع التي تكاترت عبر مئات سنين في المغرب مجهولة الإسم أو السلالة وتعتبر متوسطة الإنتاج بالنسبة للناس المقبلين على هذا النوع أو هذا المشروع له أفاق لكن هناك سلالات أجنبية متميزة بالإنتاج اليومي مقارنة بالدجاج البلدي المحلي بالنسبة للإنتاج ديال 100 دجاجة من خلال تجربة ديال الشخصية قدرت حسابات 100 دجاجة يعني لدينا 100 دجاجة تبيض لنا 40 دجاجة و40 دجاجة تبيض في اليوم الموالي و20% أو أكثر من نسبة 20% تكون راقدة يعني راجنا على البيض هذا الشيء من طبيعة الحال كي إلا بغينا إلا بغينا هذا النسبة العالية في الإنتاج خاصنا ضروري أن توفر على الشورط اللي ذكرتها قبل يعني كمشروع إلا بنا نعتمد وغير على البيض بوحدة را ما كافيش يعني خاص خاص المشروع يكون متكامل يعني يكون عندنا في الإنتاج البيض الفلوس جميع الأعمار يعني الضجاج تلتات شهور تلتات شهور تلتات شهور يكون عندنا الفروج يعني يتبيع جميع الأعمار يكون عندك البيض البيع الفلوس تجاج كبير فروج أولا العتوقاء لكني الناس اللي مقبيلين على الشراء ديال الأشكال هادو اللي ضمان يعني واحد الربح يومي وتبارك الله عليكم الإخوان وكنشكره مجددا الأخ نبيل وقناة الطيور تيفي اللي تحت لنا هذه الفرصة باش نشاركوا معكم هذه المعلومات القيمة والله أمي السير الإخوان